يلقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم كلمة مصر أمام أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تنعاقد الدورة الحالية للجمعية العامة الأممية تحت عنوان إعادة بناء الثقة وأحياء التضامن العالمي بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة 2030 وأهدف التنمية المستدامة بما يحقق السلامة والازدهار والتنمية للجميع لسيما في ضوء التحديات العالمية المتشبكة التي من شأنها التأثير على وثيرة تحقيق تلك الأهدف